أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلا حاكم الشارقة أن تاريخ التعاون بين الشارقة وكيريلا يمتد لعدة قرون مضت وما زالت مستمرة جاء ذلك في كلمة لسموه ألقاها قبل ظهر اليوم الثلاثة في دار الحكومة بولاية كيريلا ضمن الاحتفال الذي أقيم بمناسبة منح سموه الدكتوراه الفقرية في مجال العلاقات الثقافية والتعليم وذلك بحضور السيد جستس بيساتسيوم محافظة ولاية كيريلا ومعالي شري بن راي في جيان رئيس حكومة الولاية خلال منح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلا حاكم الشارقة شهادة الدكتوراه الفقرية في مجال العلاقات الثقافية والتعليم أشهد سموه بالمستوى العالي لجامعة كاليكوت ودورها في توفير التعليم الجيد للشباب الذي هو أفضل استثمار طويل الأمد على الإطلاق وفي كلمته أيضا أعلن صاحب السمو حاكم الشارقة وأمام الحاضرين أقراره بالعوف عن المحكم عليهم في قضايا مالية وجنح ومخالفات بسيطة من المواطنين الهنود عامة والمودعين في المؤسسات العقابية والإصلاحية في إمارة الشارقة البالغ عددهم 149 وتبلغ قيمة مديونياتهم ما يقارب 20 مليون درهم وكانت مراسم منح الدكتوراه الفخرية قد بدأت بارتداء صاحب السمو حاكم الشارقة لعبائتي ووشاح الدكتوراه أقب ذلك أعلن سيد جاستس بي سادسيوم محافظ ولاية كيرالا بدأ مراسم الاحتفال بعدها تلا معالي وزير التعليم في ولاية كيرالا قرار مجلس جامعة كاليكوت بمنح صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي الدكتوراه الفخرية نظرا لدور سموه البارز والجوهري في النهوض بالثقافة والأداب والفنون إلى جانب انشغاله واهتمامه بتشييد المراكز البحثية والمؤسسات التعليمية المتميزة فيما سلم الشهادة محافظ ولاية كيرالا حضر حفلة منح صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي الدكتوراه الفخرية من جامعة كاليكوت الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب السمو الحاكم والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية إلى جانب سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنة سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند وسعادة جمال حسين الزعابي قنصة لعام الإمارات في كيرلا بالإضافة لسعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة وسعادة أحمد محمد المدفع الرئيس الفخري للجمعية الهندية بالشارقة وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة وسعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام وسعادت نفديب سينك سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات وعدد من أصحاب المعالي الوزراء أعضاء حكومة كيرلا والدبلوماسيين والأكاذميين ورجال الأعمال فيها هذا وفي وقت سابق كان صاحب السمو حاكم الشارقة قد التقى بمعالي شيري بناراي فيجايان رئيس حكومة الولاية في منزله بناء على دعوة قدمها معاليه لسموه في وقت سابق وأجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ذات الاهتمام المشترك وناقش عددا من القضايا التي تصب في مصلحة تطوير مجالة التعاون بين البلدين